الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير العدل عمر مروان حيث اطلع الرئيس السيسي على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقاري وأبنيتي دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإداء السيارات المتحفظ عليها وما يكنت العمل بتلك المراكز بما يتصق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قايس سعيد ناقش الزعيمان خلال الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وهو ما ثمنه الرئيس التونسي وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل التي تتم برعاية مصرية قطرية أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة و15 طفلا من سجن عوفر العسكري غرب مدينة رامالة ومن مركز احتجاز في مدينة القدس المحتلة من جانبها أفرجت حركة حماس عن مجموعة جديدة من المحتجزين هم عشرة إسرائيليين وأجنبيان وذلك بعد تمديد الهدنة لمدة يومين أفاد مسؤولنا أمريكي وناكيبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين وقال مسؤول أمريكي حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب أن لا تتكرر في جنوب غزة مشددا على أن الرئيس بايدن ومساعديه أكدوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية وأضاف المصدر نفسه أن إسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب بعد الهدنة السارية حاليا أدت تقبلا لهذه التحذيرات انتشلت تواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة انتشلت جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاذ ومن الشوارع والطرقات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4000 امرأة وتشير المعطيات غير مهائية إلى أن نحو 6500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاذ أو أن مصيرهم ما زال مجهولا بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة الماضي تحاول تواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون انتشال ما أمكن من جثامين الشهداء بما يتوفر لهم من إمكانات وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين واشتبك مع مسلحين فلسطينيين كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت تواقم الإسعاف أمام مستشفى الجنين وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن القوات الأمريكية لم تستهدف بأي هجمات في سوريا والعراق منذ بدء الهدنة بقطاع غزة وفي الوقت النفسي قال المتحدث باسم البانتاجون بات رايدر إن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال فترة الهدنة استهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من سبعين مرة منذ منتصف أكتوبر اصفرت عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات رئاسة خارج البلاد وتبدأ عملية التصويت بالخارجي يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في دول العالم انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل